ودلوقتي مشاهدينا خلينا نروح لرفح مع مراسل القناة الأولى محمود جميل وانتبع هناك آخر التطورات الخاصة بتقديم المساعدات لأهالي غزة صباح الخير عليك يا محمود صباح الخير عليك يا منا صباح الخير عليك يا شازلي بصبح على كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان لازلنا بنتابع معاكم آخر التطورات الإنسانية والميدانية من أمام بوابة معبر رفح المصري والجهود المصرية المبذولة لدعم الأشقاء الفلسطينيين بتجهيز المساعدات الإنسانية ربما التطور اليوم هو دخول شاحنات الوقود المتجهة إلى منفذ كرم أبو سالم يعني نتحدث أيضا عن دخول ثماني شاحنات للسولار بالإضافة بالطبع إلى حتى الآن دخول خمسين شاحنة من المساعدات الجذائية والطبية المختلفة لكن هناك عدد آخر من الشاحنات يقارب المائتي شاحنة يعني مصطفين أمام بوابة معبر رفح البري للدخول إلى بوابة منفذ كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة وهذه الشاحنات بها عدد من أطنان الدقيق وأيضا المواد الغذائية والإمدادات الطبية لكن يعني دائما ما نتحدث عن الإجراءات والعرقيل اللي بيقدمها الاحتلال الإسرائيلي على منفذ كرم أبو سالم في إجراءات تطقيق ومراجعة بتاخد وقت كبير جدا فبالتالي ده بيؤدي إلى تكدس عدد كبير من الشاحنات أمام منفذ كرم أبو سالم فيؤدي أحيانا إلى عدم دخول أكبر عدد من الشاحنات بسبب التعنت ومدة الإجراءات والدقيق والمراجعة لهذه الشاحنات بالإضافة أيضا إلى أن شاحنات الوقود حتى الآن عدد قليل جدا من شاحنات الوقود اللي دخل منذ بداية دخول الشاحنات لمنفذ كرم أبو سالم فبالتالي يعني يجب على بالطبع الجانب الآخر أن يسمح بدخول أكبر عدد من المساعدات الإنسانية المختلفة مصر لا تتدخر جهدا في تجهيز أكبر عدد المساعدات إمبارح كان فيه 350 شاحنة اللي دخل منهم 288 شاحنة فيه عدد من الشاحنات اللي رجعت محملة بأطنان من الدقيق وعدد من الشاحنات المحملة بالإمدادات الطبية فإذا فيه إمدادات طبية القوات الإسرائيلية مش بتسمح بدخولها إلى داخل قطاع غزة فيما يتعلق بالوضع الميداني فيه عدد من الانفجارات وأيضا والقصف المستمر في مدينة رفح الفلسطينية ويمكن إنبارح كان فيه استهداف بطيران الاحتلال الإسرائيلي لمخيم النصيرات ودير البلح وأدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين قارب 39 شهيدا بالإضافة إلى عدد من الجرحة والمصابين وكمان الاستهداف ده استهدف مدرسة تابعة للأنوروة في مخيم النصيرات وهنا طبعا السحة الفلسطينية كانت تتحدث عن صعوبة الأوضاع ووقوع عدد كبير من الشهداء بسبب الجرحة والمصابين اللي عددهم كبير جدا وما فيش أي مستشفيات تعالجهم هناك وفي هذا الصدد اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعلنت عن أن تدهور الأوضاع في قطاع غزة الأوضاع الإنسانية تدهورت بشكل غير مسبوق منذ بدء العملية العسكرية داخل مدينة رفح الفلسطينية وده طبعا أدى إلى أن المستشفى الأوروبي هو المستشفى الوحيد اللي شغال في قطاع غزة بيشمل الشمال والجنوب وبيؤدي الخدمات الطبية لكن غير قادر على تقديم كل الخدمات الطبية ومش كل الجرحة والمصابين بيقدروا أن هما يحصلوا على الخدمات الطبية من داخل المستشفى الأوروبي بسبب نقص الإمدادات الطبية ونقص كمان الغذاء والوقود اللي بيستطيع أنه يشغل المستشفيات داخل قطاع غزة هذا بالإضافة أيضا إلى أن وكالة الأنروا أعلنت أن الأطفال بيعانوا من تدهور الأوضاع الجذائية وعدم وجود المكملات الجذائية وأن في عدد كبير من الأطفال توفوا بسبب النقص الحاد في الجذاء والجفاف وأكدت منظمة الأنروا أن حوالي 300 ألف طفل من اللي كانوا بيتلقوا التعليم في المدارس التابعة للأنروا كل المدارس تحولت لمراكز إيواء بعد العملية العسكرية في مدينة رفح وأيضا الأوضاع في قطاع غزة فإذن بنتحدث عن تدهور للأوضاع الإنسانية طبعا يتحملها الجانب الإسرائيلي بسبب عدم دخول أكبر عدد من المساعدات الإنسانية مع الرغم من استفاف كل هذه الشاحنات أمام معبر رفح البري بخلاف الشاحنات الموجودة في مدينة العريش إذن مصر تبذل قصارى جهدها لدخول وتجهيز أكبر عدد من المساعدات الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين أخيرا أقولكم أن الحد تقريبا النهاردة مصر استطاعت في خلال 12 يوم أن هي يتم إدخال 1500 شاحنة إلى قطاع غزة عن طريق منفذ كرم أبو سالم لحين العودة والعمل في فتح منفذ رفح على الجانب الفلسطيني بعد انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية كما طالبت وتمسكت مصر هذه هي الصورة من أمام بوابة معبر رفح البري برجعلكم في الستوديو مرة تانية منا وشازلي